لا بد تنقذ ذلك بالدعوة بتعلم القرآن والسنة وكتب العقيدة كلها تكملة وتنطلق إلى هؤلاء تدعوم وتزيل الشمهات البسوا ذلك كذا ربنا بيفتح للناس الواكفين صف العيش ذلك والواكفين صف البنزين والدارند وما لا قيم والبموت بالجوع والبموت بالنقص العلاج والدواء الله بيفتح لهم لمن يوحد يخلوا الهراء ويخلوا الدجل والشعوة بتحصوا في يده ده لهم الاتكب والجريمة في البلد يا أخواننا والسياسين يكونوا حزب سياسي عشان يحكم بيمشي يتقرب ليده عشان ده الغالبية في العدد ويتبرع لهم بالكروزرات والعمارات والمليارات عشان يلقى أصواتهم في الانتخابات فضلوا وأضلوا كثيرا من خلق الله سبحانه وتعالى ويشوهوا سمعة الدعاة إلى الإخلاص الناس اللي بيقولوا ما تعبدوا إلا الله الله واحد البعلم الغيب واحد البدد جانا واحد ده الشوهوا سمعتهم ولما عدين الولي البرعي جايبينه في تلفزيون النيل الأزرق قبل ما يموت تقرير عن البرعي في التقرير قال هو السيد سادات الأولياء الصالحين في السودان أهل الشهادة دي طلعوا من وين لقوا وين وربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فضيعوا البلاد وضيعوا العباد شاكد الناس الليلة ضاعوا ما نقوا حل يترسوا الشارع الشغلة تجود زيادة يغيروا الحكومة العيش الضيق زيادة لأنه ده ما السبب لا حكومة لا ترريس لا شارع لا سياسة السبب الشركي ده والدجل ده الزكي فيكم أيها الإخوة الدعاء الفطن المغرص البستغل يكسر الشغل ده بالحجة بالكتاب والصنة ده والله يا ربنا أراد به الخير في زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ الفوزان قال كان في علم وكتار بدرسوا في الفغي ادعلموا من الشام فقه الحنبلي ودرسوا الطهارة تيمم الوضو وده من الدين يعني ما بننكره ومن يريد الله به خيرا ينفقه بالدين لكن ما تكلموا بالشركيات الواقعين فيها الناس وكانت الحجاز وند وما حولها كلها قباب أضرحة حتى مكة والمدينة كلها قباب أضرحة لو شفت الصورات القديمة يمكن تكون عدد القباب أكتر من البيوت ولا مبالغة يعبدوا من دور الله أشكد ما كان عندهم أمن أحد ما شيخنا وعلماننا بيحكي ليه قال لي قبيلتنا وقبيلة الشيخ الفلاني معروف عندكم اتحاربوا سنة كاملة في جرعة الجرعة الوحدة جرعة وحدة ما جرعة جرعة وحدة لا لأنه في شرك ما فهمين أي حاجة ناس كانوا كالبهاين وده الحاصل الليلة حرب في الشرك حرب في الغرب حرب وين في القطارف حرب وين إن عدام الأمن لودود الشرك بالله قال تعالى الذين آملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم وتدون فشباب ده الطريق واضح قدامكم